هل يتعرد الوفد لمؤامرة؟ قولا واحدا بالطبع نعم مساء الخير ولحظات حول الانتخابات يمكن انا بقلي فترة طويلة دايما بحاول اكون قريب من الانتخابات قدر المستطاع ودي دعوة لكل الشباب المهتمين بالشأن العام او بالسياسة ان هو لو حابب يقرأ المشهد كويس لازم يقرب من الاستحقاق الانتخابات انا بقلي فترة طويلة جدا بحاول اقرب او بكل يدور مثلا مندوب في لجنة او وكيل مرشح او متابع ويمكن في الانتخابات الاخيرة انتخابة الرئاسة 24 كنت متابع تابع لاحد المؤسسات المهمة اللي كان لها طبعا صلاحية متابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات طيب كان في بعض الملاحظات انا لاحظتها وحابب ان انا اتشارك معاكم فيها بداية يعني ملحوظة السياسيون الجدد او رجال اعمال السياسة يمكن في الانتخابات الاخيرة او في اي استحقاق سياسي او اي افنت سياسي في الفترة الاخيرة ممكن تلاقي كده وسط الحشود دخلت سيارة فارها نزل منها شاب كده وسيم بدل الشيك انضارة شمس فخمة ولا يخلو الامر من كم جرد حواليه مين ده يقولك ده السياسي فلان الفلاني او عضو مجلس النواب فلان الفلاني وده امين مش عارف ايه في حزب كذا ومناصب سياسية متعددة وهو البعض ما يكون عن العامل السياسي الناس دي كرجال اعمال بينزلوا الحقل السياسي طبعاً عشان يخدموا على بعض المصالح لهم يشكلوه ومعنديش مشكلة ان رجال الاعمال ينزلوا مجال العمل السياسي بس هو بينزل برجالته بينزل بالناس بتوع ال Gul 그와wurf وبينزل بالعمال وبينزل بالناس بتوع ماركتنغ بتوعه من منظوره هو بيشوف العمل السياسي او الحقل السياسي ده سوء وبيتعامل معه باسلوب الماركتنج وبيتعامل مع الحجد باسلوب الماركتنج يعني مثلا احنا شفنا يعني من الموحظات المهمة عند اللجان مثلا انا شفت لجنة من اللجان عندها كانوا عاملين برا اللجنة مسابقة على اجهزة كهربائية عشان يعملوا حجد للناس وفي واحدة فازت بخلاط والناس جمتاني يوم عشان يصوتوا وعشان يطلعوا يخشوا السحب طبعا يعني اعتقد ان ده مصر غير لقى واعتقد ان لدخول رجال الاعمال لمجال السياسة لازم يكون لي ضوابط ومعهير ويمكن انا ملاحظ ان الدولة برضو لمحة الموضوع ده كويس وانشأت بعض الكائنات الشبابية المهمة جدا زي مثلا على سبيل المثال تنسيقية شباب الحزاب والسياسيين علشان تمكن بعض الشباب ودخلهم المجال السياسي لان هما مكانوش هيعرفوا يواجهوا السياسيين الجود الدولة بدون دعم من الدولة من النوعات برضو الجادرة بالاحتمام البشمهندس حازم عمر كان مفاجأة كبيرة كده في الوسط السياسي بحصوله على المركز الثاني في هذه الانتخابات بعد الرئيس السياسي اعتقد ان مكمل القوة عند البشمهندس حازم عمر كان في نوابه نواب الشعب الجمهوري في البرلمان بغرفتي كان لهم دور مهم جدا وقدروا يعملوا حجد مهم جدا وقدروا يحصلوا على المركز الثاني في هذه الانتخابات واعتقد ان الشعب الجمهوري ستشوفوه في الفترة اللي جاية بقوة من النوعات برضو الجادرة بالاهتمام تواجد السيد فريد ظهران طبعا السيد فريد ظهران رجل سياسي متمرس وقديم واي حد بيتابع الشأن العام او بيتابع العمل السياسي عارف قائز جدا فريد ظهران ولكن مكمل قوة فريد ظهران الحقيقي كان في حملته الانتخابية حملة انتخابية فيها شباب واعد زي الورد بصراحة اشتغلوا شغل مهم جدا في ظروف صعبة جدا احراك المدنية تقريبا تخلت عن فريد ظهران في هذه الانتخابات ولكن الشباب يعملوا شغل مهم جدا شباب واعد وليه مستقبل مهم جدا 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 الفترة القادمة نقطة برضو جديدة بالاهتمام اداء الوفد يعني طبعا حزب الوفد حل رابعا في هذه الانتخابات قدر يحصل تقريبا تسعمائة الف صوت لما يتخطى المليون نتيجة تطرح تساؤل مهم جدا هل يتعرض الوفد لمؤامرة قولا واحدا بالطبع نعم انا داخل الوفد واليومين دولا يعني هتلاقي ناس كتير جدا بتكلمك عن مؤامرة ضخمة جدا بتحاجم بحزب الوفد مؤامرة كبيرة جدا تفوق استيعاب اي وفدي مؤامرة تحسسك بالعجز عن مواجهتها مؤامرة تفقدك الثقة في نفسك كوفدي تفقدك الثقة في الوفد في رئيسه ومؤسساته وهي دي المؤامرة نقطة تانية جديدة بالاهتمام وهي الاداء الاعلامي ودور الاعلام في هذه الانتخابات بامانة شديدة الاعلام كان حيادي جدا في هذه الانتخابات ويمكن قنوات المتحدة افردت مساحات مهمة جدا لكل منافسة في هذه الانتخابات خدوا مساحة مهمة جدا وتكلمهم وعرضوا برامجهم ويمكن ده كان ليه دور مهم جدا في حصد المرشحين التلاتة التاني والتالت والرابع لهذه الملايين من الاسوات ونسبة كبيرة جدا الاعلام كان ليه دور في حصد نسبة مهمة جدا من هذه الاسوات للمرشحين التلاتة دي كانت ابرز النقاط اللي كنت حابب اتكلم فيها كابل لحظات حول انتخابات رئاسية 24 جاهز للمنخشة حاولين اي نقطة في اي وقت ان شاء الله نلتقي على خير قريبا تحياتي وتقديد الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته